استباقاً لبدء الحوار السياسي الذي تيسره الآلية الثلاثية المكونة من البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد تحدث المبعوث الإفريقي محمد الحسن ويلد لباد عن أبرز التحديات التي تواجه بدء عملية الحوار بين القوى السياسية في السودان أنا لا أمكر أننا تعترضون على بعض الصعوبات ويلد لباد تحدث بهدوئه البائن عن ضرورة أن تمضي العملية السياسية في السودان وفق علاقة تحكم العسكريين والمدنيين دون إقصاء أي طرف هذا الحوار الذي سينطلق دون شك سيضم كافة المكونات العسكرية والمدنية مهما كانت الاختلافات بين الطرفين إلا أن الدورة الأكبر والأبرز سيكون للعالية السلاسية في تقريب وجهات النظر في محاولة مغاربة وإيجاد مقاربة حقيقية بين كافة السودانيين وأن يكون الحل سوداني سوداني ويلد لباد لم يفت عليه الإشارة إلى وجود صعوبات تواجه الآلية الثلاثية غير أنه قطع بعدم إخفاقها حديث فيه إشارة إلى المكونات الرافضة لفكرة الحوار وتتمسك بلا آدها الثلاث وبحسب البعض هي مكونات لديها قواعد ويجب عليها اجتراح مسارات أخرى للتعامل مع المشهد بوجود معارضة قوية ووطنية ومسؤولة هو مهم لإعطاء الساحة السياسية الحيوية اللازمة ولفرض الرغابة الشعبية الجماهيرية التي تتمتع بها هذه السلاسة قوة أنها لجان المقاومة وتجمع المهنيين والحزب الشويعي في الوقت الذي تمارس فيه لجان المقاومة والقوات الأمنية واحدة من متلازمات الفترة الانتقالية الحبلة بالتعقيدات يبدأ حوار غير مباشر تيسره الآلية الثلاثية بقيادة اليونيتامس والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد من أجل إنقاذ المشهد السياسي المأزوم في السودان محمد عثمان الحدث الخرطوب